من الغريب أن يكون بلد غني كالعراق يعاني أهله من الفقر والعوز رغم وجود احتياطي نفط يتجاوز القرن والنصف لكن الفساد المستشرية في مختلف مؤسسات الدولة جعل من البلاد حكرا على فئات معينة من الشعب في حين يكتوي البقية بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش فبعد أن أقر البرلمان ميزانية السنوات 2023 و24 و25 التي وصفها مراقبون بأنها موازنة ثلاثية تاريخية على مستويات الإنفاق والإيرادات والعجز المالي بعد معركة ماراثونية لفترة زادت عن الستة أشهر من النقاش والصراع والمساومات من قبل أحزاب السلطة في الحكومة والبرلمان بشأن توزيع موارد الدولة بما يخدم مصالح الأحزاب أكثر مما يخدم مصالح المجتمع واحتياجاته وبخلاف كل ميزانيات العالم خرجت نقاشات مواد الميزانية في العراق عن كونها مشروعا اقتصاديا لصرف الأموال والواردات على مصاريف الحكومة والوزارات والمحافظات لتصبح معركة يحاول فيها كل حزب متنفذ الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الأموال المخصصة للمشاريع أو الانفاق الحكومي ضمن الوزارات التي تم تقاسمها بين أحزاب السلطة وفق مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية والقومية ويتساءل العراقيون أين حقوقهم ولماذا تضيع فهم حتى لم يحظوا بحقوقهم الإنسانية في قانون عادل ووطن خال من العصابات والميليشيات التي تتحكم بمصيره وتستنزف ثرواته فلم تزدهر في عراق ما بعد الاحتلال سوى صناعة الفساد ومن يعترض من أفراد الشعب تواجهه تهم الإرهاب وتلاحقه المعتقلات ترجمة نانسي قنقر